الدواء بات داء عضالا وطريق المرضى الى الموت الزؤام هذا الفيديو يوثق الادوية منتهية الصلاحية من خلال طمس تاريخ الانتاج والانتهاء بلاسق يتضمن فترة صلاحية جديدة في العبوة منتهب 1922 تاريخه 1923 عملوا الواسق فقط تاريخ الانتهاء يسمم الشعب اليمنى الكثير من المرضى يقعون ضحية هذا التزوير وبدلا من تماثلهم لشفاء تنتكس حالتهم الصحية وقد تؤدل مضاعفات بهم الى الوفاء هناك ظاهرة لوحظت بالنسبة لسوق الادوية المتمثلة بوضع لواصق فوق تواريخ الانتاج والانتهاء كتزوير واضح بالنسبة لهذه الادوية المنتهية الصلاحية والتي تعرض المواطنين وصحتهم للخطر اضافة الى ذلك هناك ادوية تدخل السوق مهربة من قبل المهربين لا تصلح للمرضى وبالتالي فاننا امام كارثة انسانية تهدد الاف المرضى وتعرض حياتهم للخطر مواطنون يطالبون الاجهزة الامنية ومكاتب الصحة والجهات الرقابية ذات العلقاء الاطلاع بدورها في التفتيش الدوري لمخازن الادوية وصيدليات وكذلك ضبط الادوية المهربة منتهية الصلاحية والمتاجرين بها عبر المنافذ الجمركية وفرض عقوبات صارمة على المتلاعبين بارواح المرضى نحن نطالب من الجهات المعنية والجهات المختصة بعمل لجان رقابة وتشكيل لجان رقابة بهذه الادوية الكثير من المرضى يثقون ثقة عمياب الصيادلة وعادة يلجأون اليهم دون الرجوع الى الطبيب المختص نتيجة عدم القدرة على توفير تكاليف الفحص والمعاينة نظرا لانعدام مصادر الدخل وعدم توفر النقود الكافية لكنهم يفجعون بتدهور صحة فلذات اكبادهم بفعل الادوية منتهية الصلاحية والتي قد يرتد اثرها المدمر على المهربين ايضا في حال اغراق الصيدليات بها احنا نتعذب بالقاهل لما نتعذب ويكون فلذات كابدنا اول فرحتنا نروح نستعفه يجب لنا دواء منتهي ولا دواء يعني ماهوش طالح للاستعمال هذا العلاق يقضي على قاهلنا على اول فرحتنا على فلذات كابدنا كيف يكون احساسنا وهذا اللي يصنع هذا العلاقات اليوم من الايام اشتفعفك كزوقتو منوش يسعفك داهل واش يروح يموت بنفس الخبر تنزغره كبير الاطباء وربما الصيادلة ينظر اليهم بانهم ملائكة رحمة لكن تهريب الادوية جعلهم احيانا سببا في العذاب وذلك لا يلغي ان الكثير من الاطباء وموردي الادوية والصيادلة ما يزال ضميرهم حيا غير انهم احيانا يقعون ضحية التهريب وتزوير الادوية ما يستوجب اليقظة المجتمعية من الاجهزة الامنية ومكاتب الصحة في المحافظة والصيادلة وايضا ابلاغ المواطنين عن الادوية المهربة والمتاجرين بها اشتركوا في القناة